أهلا بكم همس رئيس حزب الكتائب في أذن رئيس الحكومة بالاستقالة شفهيا ومنفردا من دون حضور الوزيرين المستقلين تلفزيونيا والقنبلة الكتائبية تضح أنها فعلا مسيلة لدموع قز وحكيم الذين سيطرحان في اجتماع المكتب السياسي يوم الاثنين إمكانية العودة عن الاستقالة وفي ضوء النقاش سيتخذان الموقف المناسب وإذا كانت الكتائب تحت صقف التداول الحزبي فإن ثورة الأحزاب تأخذ شكل التغيير على مواقع تواحدة فتيار المستقبل يقلم الأظافر الداخلية وحزب الله بدأ ورشة تنظيمية والاشتراكي سبق الجميع إلى يوم الحساب من الجرد إلى الساحل لكن كل هذه النفضة الحزبية ليست وليدة شغف إلى الديمقراطية بل إن ما حتمها هو نتائج الانتخابات البلدية التي أدخلت العائلات والمجتمع المدني شريكا مع الأحزاب وهددتهم على أرضهم ووقفت في وجه طبقة سياسية حكمت البلد ثلاثين عاما وباعت مصالح أبنائه بثلاثين من فضة واليوم تعيد هذه الطبقة نفسها بمشاريع تنموية للناس فبلغة التوريث تحدث الرئيس سعد الحريري عن مشاريع من زمن الوالد في البقاع الغربي ورشية وعرسال من مخطة تكرير وأنصرف الناس صحي وتنظيف الليطاني واستكمال الأوتستراد العربي ولأن الشعب كان منهمكا بالإفطار في شتورة أثناء كلمة الحريري فإن أحدا لم يلفت عنايته إلى أن هذه المشاريع موجودة منذ أربع وعشرين سنة وأن معظمها كان من صنع الراحل إليس كاف لكن ما دلا به زعيم المستقبل هو إقرار واعتراف بأن السلطة أرادت للبقاع أن يكون متخلفا عن الزمن أربع وعشرين سنة وعود البقاع كانت عصب حكم رفيق الحريري وبينها الأوتستراد الذي سمي عربيا لطموخاته الواسعة وحلم الرفيق بأن يتم وصل هذا الأوتستراد بفلسطين المحتلة بعد صنع السلام أكل أهل البقاع من الوعد وشربوا لا بل أدخموا من كلام المنابر وإذا كان السلام مع إسرائيل في الماضي قريبا من المناظر الحريرية فإنه أقرب اليوم بالنسبة إلى المعارضة السورية التي جلست في هردزيليا عصام زيتون شارك في المؤتمر عن الجيش الحر معلنا أنه سيطرح الأزمة السورية هناك لكن أحدا لم يطلعه أيضا بأن هردزيليا مؤتمر صنع فقط لحماية أمن إسرائيل من أعدائها العرب ترجمة نانسي قنقر